منذ الخطوة الأولى وحتى الألف ميل حرية ومنذ الخيمة الأولى وحتى الذكرى السادسة من عمر الكرامة يظل الحادي عشر من فبراير فاتحة كتاب الثورة وفصلها الأول ويوماً لن يمحى من تاريخ ووجدان اليمنيين هذا اليوم الذي خرج فيه الثوار في كل ساحات وميادين الجمهورية مطالبين بأحقيتهم في الحياة منادين بالعدالة والمواطنة المتساوية كونهم شركاء لا رعاية ست سنوات مضت منذ حفر اليمنيون بسلميتهم في جدران الكرامة والحرية ثورة عز نظيرها ضد حاكم استأثر بخيرات بلد وصادر حقوق مواطنيه ست سنوات شهدت تحولات عظيمة ثورة فتسوية فانقلاب وحرب على اليمنيين من قبل شركاء الثورة المضادة ست سنوات يشعل خلالها جيل الثورة في المدن المحررة في الجمهورية شمعتهم السادسة ليومهم الذي وضع حدا لنظام المخلوع بذكرى السادسة لثورة 2011 رسالتنا لعفاش والحوثي أن هذه الثورة مستمرة ولن تتوقف هكذا تبدو لحظات هذا اليوم العابق بذكرى الثورة التي تبدو كما لو أنها في لحظاتها الأولى داخل اليمن وخارجه في الساحات وفي الجبهات أيضاً فمن تعز مهد الثورة وأفقها الرحيب إلى الضالع وإب إلى عدن التي أصبحت عاصمة اليمن فمأرب العصية هكذا تبدو معادلة هذه الذكرى أكثر نضجاً ووضوحاً وضحاً ما قالته ميادين الثورة في الذكرى السادسة يؤكد أن اليمنيين ماضون من أجل تأسيس دولتهم بقيمها العادلة وإن كان السمن عظيماً